اشتركوا في القناة خلاص؟ نبدأ؟ هذه العلبة فيها؟ يلا شو فيها هذه؟ لا تقرأ لو لم تكن قايل أنها مات تلفون كنت أقول لك تلفون أكبر من تلفون، تلفون صغير كل شيء يصير عشرين عشرين العلبة فيها؟ العلبة فيها؟ ممكن أن أكبر صوت؟ لا، لا أقول لكم شيء سيخطرها بينكم الجي عملت بستة عشر ديسمبر وشيء نحن غطيناه، غطيته أنا شيء جديد مش شافتين من قبل عملين فلتر إذا بتتذكروا الريبورت تاخدوه وين مكان بيور كير من الجي هو أول فلتر تحمليه بإيدك مثل كأنك حاملة للتلفون اليوم، إن شاء الله عارف أفتحها كنت عم جرب أفتحها اليوم جبتوا الكلمان نشوفها مع بعض وأعطيكم معلومات وتكتشفوا هيدا الشيء الجديد دلاتي، شوية تجي من ورات هيك حدي لو سمحني تعا، 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 تعا هيك تفايا، أتخذني على الهواء طبخي عادي ما حدا بيفكر أنه هيك تخذها وين مفتحها ما حدا بيفكر أنه بهيد البوكس بهيد العلبة فيها فلتر ألجي كان عندهم الفلتر الكبير وبعضه عندهم هيه، بس لقوا أنه حسب الشغل والعمل والناس العجل اللي إحنا عايشين فيها الطلبين نكون إحنا عنا حوالينا نضيف ما في غبرة، ما في دخان ما في روايح حتى نلزى بالمطبخ أنت عم بتشتغلي وطبختي وبدك، يعني مثلا شي من اللي ما بحب ريحته بس كون عم بطبخ ريحت السمك السمك كتير طيب بس ريحته مش بتضله هيك بالبيت هايدا الشي اللي عم فيه هايدا الشي اللي عم فيه هايدا الشي هايدا الشي هو مش سبيكر ومش تليفون هايدا الشي هو فلتر بإيدك بتحمله شايفو شايفو دولاتي من عندك اوكي هيدا الشي اللي فيه هيدا مش سبيكر يا جماعة هيدا أحدث ما توصلت إله ألجي بالتكنولوجيا كتنظيف لمكتب بسيارة بنحطه بالبيت بيمشي بطريقة كتير حلوية عنده يعني كتير سلس كتير سهل من ورا هون بنفتح الكوفر تبعه هون نسيت افتح الفلتر لاحظة ما تاخدني اونا عم بفتحها شوي شوي انا بحب افتح الاغراض الهدايا شكلها هون لا هاك هاك الجهاز مكون من الجزئين البطارية اللي هي بتيجي استعمال شي كتير منيح ما في نقارنه بشي تاني لأنه ما في غيره يعني بكل ما في غير شركات عندها إياها فحقرنها بنفسها ان انت تكون عندك جهاز فلتر متحرك بداية ثمان ساعات هذا كتير منيح بتاخده معك على الشغل بتحطه بتشغله ويرلس فيه أبليكيشن حتى قلق نزلتها ما عملت لها كناك بعد بس بتنزليها وتمشيها عن طريق التليفون نحط الفلتر تبعه مفروض هيك مضبوط بنسكره اوكي وهون عنا كبسة الـ وكبسة الـ فينا نحط الـ فينا نحطه هاي وفينا نحطه أوتو أول شيء دورناها بس فرجيك أخضر يعني الهواء الموجود حواليك نضيف فرجيك أحمر يعني هي عم تشتغل على أنه هي تنظف الهواء شلون اللي طلع لك أخضر مش أخضر يعني مالي للإخضرار إذا بدك هلأ أنا مدورها سمعين صوتها شيء؟ لا عازلة الصوت مافي صوت سمعيني صوتها انا حطيتها هلأ هي الميكرو عندي دايرة شايف دلاتي دايرة حطيتها عندي الميكرو ما في صوت هيدا احلى شي فيا انه مش انت حط ووووووووووووووووز بدور الاي سي بس الهوا عندك وكذا هولي ما بقنا اعوزهم بس في الكابل ندك عنه هولي مش هنعوز شفنا الضوء أخضر اللي هو اللي عندنا الحمد لله لقي تيري منيح عملية شفنا في فيديو كم دع حط لكم إيه هون حن مشي بفرجيكي كيف تحطيها في شنتتك وتحطيها بالسيارة من قدام إياد إذا بدك عود حد نوار تحضر الفيديو أريح لك بتحطها مثل ما لت بالسيارة بتحطها بالشنتة بتحطها بالغرفة عندك إذا ما في عندك شبابيك بالغرفة كثير عملية إذا ما في عندك شبابيك إذا ما عندك شبابيك بالغرفة لازم يكون المكان مغلق فيك تحمليه بمغلق بس إنتي شو الفكرة أنك تحطيها بالمحل مفتوح إنه ينقل الهواء اللي عم يدخل على المكان مش هتاخدها الآن إنتي عم تحكي شي لغرفة لسيارة عم تحكي شي ل ياريت بس لبلعب الفيديو اللي كنا محضرينه الحجم أول شي مثل ما عم فرجيه هون إنه السائز كتير صغير يعني هذا التليفون شو بديه أرنب تليفون الماي تقريبا بحجم التليفون طبعا وزنة 530 جرام ماشي يعتبر كتير صغير تاخد الهواء من محل بيقطع بـ 8 فليتر تقريبا يعمل ريموف للدست الموجود اللي عندك إياه بيوصلك نسبة لقاوة بالهواء تقريبا من الغبرة 99% 99% يعني بفترة كتير صغيرة بكفي أنه أنت تحطوها مثل ما شوفي هون إذا الضوء أحمر ضوء أخضر ضوء أصفر بفرجيكي اللي هي هوني عندنا عطينا ضوء أخضر من أول ما فتحناه اللي هو عندنا هوني نضيف إذا أنت بسيارتك شخص بتحب بتاكل بالسيارة بتحب في عندك ما بتكبل البرة بحط الغراض بالسيارة التلوس اللي بيطلع عندك ما بدي أقول بتدخن بالسيارة أنا شخص ضد التدخيني بشكل عام وضد التدخين جدا بالسيارة هذا الشي بيستغرب على الناس اللي بتدخن وبتدخن بالسيارة هذا الشي له دول الناس هذا الشي بدي يكون كتير فعال لون للإراية دين بتكون هوني نضيف حواليكم كمان هذا الشي لإلك نوار إذا بتحبي كمان بيساعدك على الاسترخاء بتكون عندك هذا الشي ومثل ما قلت إنه الفلتر هيدا بيتغير تقريبا سنويا أو حسب الاستعمال تباكن بتلاقوه بمتجر الالجي أو فيكن تطلبوها أونلاين بيتم توصيله عن طريق أبليكيشن بدوريه مثل ما إحنا عم نحكي هيك بإيدنا أو فيكن عن طريق التليفون تفتحه أو تدوره وتغيره السرعات تبعونه عن طريق الأبليكيشن حتى لو كان بعيد عنك يعني حتى لو أنت مو بالسيارة وتحكم بالسيارة تقدر تشغله من برية تشغلها قبل ما تفوتي على السيارة مثلا هي موجود بالسيارة بتعملي الى ستار بتحطيها أنا نزلته بس ما عملت له ما عملت له أكسبت وما تحتاج تنظيف مثل الآلات الثانية يعني هو فيه فلتر نظف الفلتر بتغيره خلاص طيب المحيط يعني مثلا مساحة سيارة ولا غرفة صغيرة سيارة غرفة صغيرة عربة الولد إذا عندك بيبي بالبيبي فيك تحطيه إياها يعني إذا قاعدة بمحل مثل هون لا بدك من الآل جي كمان عندهم غير فلتر أكبر من الغرف الجاي بس هذا للاستعمال الشخصي لإلك صغره سعره كتير رخيص يعني عم نحكي حوالي 700 درهم موجود بسه وبيكون هدية لشخص عنده مشكلة ممكن يكون بالربو مشكلة بالتنفذ هذا الشيء كتير فعال وكتير عامل لهذا الموضوع كتير حبيت الفكرة وجديدة بطريقة هي الفكرة جديدة الفكرة كتير حلوة الجي عندهم كتير أفكار تباعاً حنحكي عنا إذا بدكون الجي أول شركة بتعمل نوع من أنواع الفارم بيكون عندك بالبيت فارم يعني يكون عندك محل تزرع فيه بالبيت تخيلوا مثل نوع مثل المايكرويف الكبير بتصير تحطي أنت البذر فيه وتطلع هذه القصص كتير الجي عم تحكي بالشاشة اللي عم نحكي عنا هون هذه الشاشة الجي اللي هي الوال بيبر الموجودة الجي كتير متأدمة بهذه المواضيع تباعاً حصيراً أحكيكم عن نجيب لكم إغراض للالجي ونفرجيكم إياه آخر معلومة بدي أولا أنه بيتشرج عن طريق طريق تايب سي طاين الفول تشارج طبعه وبحس أنه it's enough يعني for the day